اشتركوا في القناة ودورها المتفاني في مختلف القطاعات ومواقع العمل وشددت وزيرة الصحة على ان المرأة البحرينية لعبت دورا بارزا في الصفوف الامامية خلال جائحة كورونا وتجلى ذلك عبر التشجيع والدعم لمشاركتها الفاعلة في مسيرة البذل والعطاء والتضحيات للحفاظ على المكتسبات الصحية بمملكتنا الغالية وثمنت وزيرة الصحة المساعي المباركة لسمو قرينة عاهل البلاد المفدة رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله لجهود ومبادرات سموها والتي لها الدور الكبير في تحقيق العديد من الانجازات والمكتسبات للمرأة البحرينية خصوصا في القطاع الصحي وتمكينها واثبات قدراتها في المشاركة في مختلف المجالات حيث حققت مملكة البحرين انجازات عديدة يشار لها بالبنان كما أكدت وزيرة الصحة على الرعاية والدعم لا محدود للقطاع الصحي من قبل سموها وخصوصا خلال جائحة كورونا والذي تجلى مع إطلاق حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين حيث قدمت هذه المبادرة الإنسانية كل ما يلزم لدعم وموثندة المرأة مع تركيزها على أسر الكوادر العاملة في الصفوف الأمامية من أطباء وتمريض وخدمات مساندة وأشارت وزيرة الصحة إلى العطاءات النبيلة للطواقم الطبية والتمريضية والمهن المساعدة من النساء في جميع المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات المساندة وتجسيدهم لقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الحكيمة ومواصلة العمل بكل مسئولية وطنية لساعات طويلة من أجل سلامة المواطنين والمقيمين مبينة بأنه الجزء المكمل للسد المنيع لتحقيق الأمن الصحي والذي سيكون داعما ومساندا لخطوات القيادة الحكيمة في مختلف الظروف